سأل خير مشاهدين مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى جمعنا لكم كل الأخبار اللي انتو اهتمتوا بيها على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا ودلوقتي احنا نبتزي زي ما عودناكم دايما بفكر ترانز of the week اشادة بماقف مصر عام ربيع بائع البرتقان زيارة تاريخية ويلا بينا نعرف كل التفاصيل مرافعة مصر امام محكمة العدل الدولية اتصدرت التراند على كل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع اللي فات واشاد رواد مواقع السوشيال ميديا المختلفة بماقف مصر الدعم بشكل قوي للقضية الفلسطينية والرافض طبعا لكل الممارسات الوحشية اللي بيقوم بيها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وعلى طبعا تأكيد مصر على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 والحقيقة انه المواقف الدولي من دولة الاحتلال بيتصعب كل يوم وبيلاقي تفاعل كبير من الناس في كل بلاد العالم زي ما شفنا برضو خبر قيام دولة البرازيل بقطع العلاقات وطرد السفير السغيوني وهو الخبر لتصدر التراند ولقى ترحيب كبير جدا من رواد السوشيال ميديا في مختلف بلاد العالم عام ربيع بائع لبرتقان اسم تصدر التراند خلال الأسبوع اللي فات بسبب لقطع فوية جدا قام بيها أثناء مرور واحدة من الشاحنات اللي بتحمل مساعدات رايحة للشعب الفلسطيني طبعا كلنا شفنا الصور والفيديو هو قرر انه يرمي برتقان من اللي بيبيعوا على الشاحنة اللي رايحة على فلسطين الفيديو الخاص بعم ربيع تصدر التراند بسرعة كبيرة وكل الناس ابتدت تكلم عنه عن جدعانة وشهامة الشعب المصري وقال عام ربيع في تعليق لي على تصرفه ده انه لما شفت العربيات مكتوبة عليها انها رايحة للفلسطين قررت ان انا يرمي عليها لبرتقان ولو كان عندي حاجة أغلى كنت قدتها لهم ربينا معاهم ويخفف عنه موسيقى موسيقى من الموضوعات اللي تصدرت التراند خلال الايام اللي فاتت كانت زيارة مجلس ادارة النادي الاهلي لنادي الزمال واللي وصفها كتير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالزيارة التاريخية وانتشر على السوشل ميديا عدد كبير من الصور والفيديوهات للزيارة وخصوصا اللقطة الاكثر من رائعة اللي عملها مجلس ادارة الزمالك والخاصة بانهم خصصوا كرسي على المنصة للراحل العمري فاروق نائب طبعا رئيس مجلس ادارة الاهلي وحطوا عليها باقة من الورود وحارسوا ان هما يقفوا دقيقة احداد على روحه قبل بداية اللقاء وبكده تكون خلصة فقرة ترانز اوف دي ويك ودلوقت سيجي معنا مع فقرة سكوب كلنا عايزين اطفالنا يكونوا متمايزين عشان كده بنحاول دايما اننا ننامي مهارات وموهبهم بشكل مستمر بنوديهم يتعلموا رياضة معينة او دروس للرسم او الموسيقى او جلسات تحفيز القرآن كل ده طبعا حلو جميل جدا ولكن هل مرة حد مننا سأل نفسه هو اللي بيعمله ده صح ولا غلط هل انا كده بفيد ابني او بنتي ولا بعمل عليهم حمل زيادة ممكن ان هو يضرهم مش يفيدهم خصوصا لو كان كل الحاجات دي بتحصل في وقت الدراسة فبيكون الطفل دايما اعصابه مشدودة ومتوتر بسبب طبعا رغبته في التفوق في كل حاجة سواء في الدراسة او في الرياضة او في موهبته الفنية ولانه في ناس كتير خلال الفترة اللي فاتت وخصوصا مع بداية الترم التاني بقوا يتكلموا بشكل كبير جدا عن القصة دي قررنا ان احنا نحاول يعني نجاوب عن بعض الاسئلة اللي بتشغل بال هالي كتير جدا هيكون معنا دلوقتي على زوم الدكتور يحيا فؤاد استشاري تربوي ونفسي اهلا بحضرتك يا فامي ازايك اخبارك ايه الحمد لله كله كويس في البداية هل صح ان احنا نخلي الطفل يشترك في اكتر من تدريب خلال فترة الدراسة ولا لا طيب هو الفكرة بس ان احنا المجتمع اللي احنا عايشنا فيه هو دايما محسسنا اننا ابني لازم ممكن يمارس تلات اربع خمس ست رياضات عشان ابني يبقى كويس والحقيقة دي من ضمن الحاجات اللي عاملاننا مشاكل كبيرة جدا وهي ان انا برهق ابني انا 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 ما بقيتش فاهم هو الولد بيتلغبط مننا يعني اللي بيحصل ايه ان احنا هنا قدامنا طفل صغير ومش فاهم حاجة وهو ببتدي ألومه على السباحة وابتدي ألومه على الطائرة وهو بيطلع من تمرين بيخش من تمرين وبيطلع من تمرين تالت بيروح تمرين رابع وبيتحسب من المدرب ده وبيفهم المدرب ده لغبطة كبيرة جدا جدا وارهاق جسدي وزهني وبدني على طفل من اول سنة سنين احنا عميين بنرهق في ابناني دكتور ايه هو الصح الصح ان ابني يكون بيتمرن مثلا تمرين او بنتي طبعا يكون بيتمرن تمرين مثلا في النادي يومين او تلاتة في الاسبوع مع المدرسة وده كافي جدا ولا ان هو يكون مثلا بيتمرن التمرين فيزيكي برا المدرسة ومسلا بيعمل حاجة تانية لها علاقة بالارت مازيكة قرآن رسم ايه الصح طيب خلينا نفرق بين ابني بيحب ايه وانا عايزين بالزبط حلو كده طيب او مهارات ابني ايه وده الاب والام الاسكية الاب والام اللي عندهم وعي اللي بيفكروا صح ايه اللي النهاردة ابني محتاجه او ايه اللي ابني النهاردة عايز يعمله وايه اللي ينسبه اللي ينسبه النهاردة بمعنى ايه انا النهاردة ابني جسمه واليقته تسمح انه يلعب كرة ممكن لا ابني النهاردة ممكن يكون بيحب السباحة وجسمه ومؤهلاته تعمل ده اه ينفع وهنا الفكرة ان ابني اعرف هو مهاراته ايه عشان ما بصي احنا بنقف غلطة ان احنا بنحط للولاد اكسبكتيشن وتوقعات في اماكن وبنلوم عليها على فكرة هو ممكن ما يكونش بيحبها ومش مؤهل عليها يعني جسديا مش مؤهل بدنيا مش مؤهل ان هو يكون بطل سباحة وبعد يقول انت ليه ما بتعملش كده وبعد ذكرنه اه ما اصحابك في المدرسة بي خلينا خلينا عندنا بس يا جماعة حضرتك احنا واحنا كبار كده في حاجات تناسبك وفي حاجات ما تمناسبكيش طبعا نفس الكلام اطفالنا بس هو الفكرة انا النهاردة اقدر اقول داي ينسبني وما ينسبنيش ولدنا ما بيعرفوش يقولوا كده لان اللي جاي لهم من بابا وماما اللي جاي من بابا وماما اعمل كذا وبيلومني وبيحاسبني فالعي يطلع كاره المذاكرة وكاره الرياضة وكاره كل حاجة بقى في الدنيا فالسؤال بتاعك هرجع له احنا النهاردة محتاجين نكتشف ولدنا واحدة بيحب ايه فعشان نكتشف لازم يجرب بالزبط شهرين رياضة سوريا سباحة شهر كورة شهرين كورة وابتدي امشي على الالعاب اللي ممكن الاقي فيها نفسه لحد ما هو يحس اه انا 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 في الحتة دي كويس او انت تشوف ابنك مبسوط في الحتة دي مرتاح في الحتة دي مش غصب لان انا بشوف تمرين اعيال بتروح الساعة خمسة لفجر غصب في عز التلج هو يعني مخصوب على امره انه هو النهاردة يروح يجري على التمرين ويجري على التمرين الساعة خمسة الصبح في عز التلج في عز المذاكرة فاهمة اصلي فاهمة حضرتك طب يعني حضرتك ممكن يا دكتور تقولينا ايه هو الافريج مثلا مظبوط للاطفال من سنة مثلا ست سنين لحد عشر سنين التمرين المفروض يكون مدته قد ايه وكام مرة في الاسبوع طبعا في وجود المدرسة هل ممكن يعمل حاجة جنبيه وليها علاقة مثلا بمزيكة او بحاجة ليها علاقة بالارت او حاجة ليها علاقة زي ما قلت لحضرتك قبل كده مثلا تحفيز القرآن حاجة تانية هو حبيبها يعني هل ده كل ده كتير ولا ده عادي انا ده اللي عايزة افهمه من حضرتك حلوة جدا احنا نيتنا نعمل ايه واحدة واحدة كده احنا بنعمل الكلام ده نيتنا ايه نعمل ايه بالنسبة لطفل ما سمعك طفل دلوقتي انتي عندك طفل عنده ست سبع سنين انتي عايزة تعملي معادة ليه انا عايزة مثلا اخلي ابني يلعب رياضة عشان يكبر على ان هو واحد يكون ده اللايف ستايل بتاعه اتنين تبعيدوا عن اي حاجة مش كويسة في المستقبل التلاتة ان هو يكون بيعمل حاجة مفيدة لجسم طيب كل المفاهيم دي مغلوطة اوكي يعني ان انا ان انا اخلي ابني يحب الرياضة دلوقتي عشان بعد كده يبقى اللايف بتاعه ستايل كلنا العبنا رياضة واحنا صغيرين وللأسف بعد سن معين ما بيناش نلعب رياضة صح وانا اخترنا اللايف ستايل بتاعنا اخترنا اللايف ستايل بتاعنا وانا عندي نماذج كتير جده اوكي الفكرة هنا لو انتي عايزة ابنك يحترف حاجة معينة يحترف حاجة معينة هو دورك ان انت تكتشف ابنك بيحب ايه هو مستمتع في ايه مستمتع في الحتة دي انتي شايفان مبسوط طيب دخلنا الارت ممكن يكون عندك بكس وانتي مش واخد بالك انتي ممكن يكون عندك واحد مهاراته رائعة في قرط القدم وانتي مش واخد بالك انتي عايزة تمرني سباحة لان مثلا مدرب السباحة كويس على فكرة احنا دوري ان انا اخلي ابني يجرب وبعد ما ابني يجرب ابتدي اتناقش معه ايه اللي انت بتحب ايه اللي انت اضيف حاجة مثلا دفت الارت خليته النهاردة ياخد مسؤولية حاجة بعديها لكن العيال النهاردة انا بشوفهم تمرين النادي مع مذاكرة مع الدروس مع تمرين المدرسة مع تمرين المدرسة مع الارت وبحسبه على كل دور خد يبالك بقى ولو وقع في حتة تتصل بي او تجيلي المركز تقول لي ابني فاشل يعني ايه بيعمل ايه اصلا اه سباحة كويس بس هو في الرياضة فاشل في صوري في القدم فاشل وتكون ممرمطة ابني ما بيذكرش ايه عنده وقت منين بلاش تتعاملي مع ابنك ان هو ما كانت صح بلاش تتعاملي مع ابنك ان هو قال انا تعالى بص وان تو سري هي مش كده الحياة مش كده ولما يكبر خد يبالك بقى لما يكبر هيتصدم بالواقع اللي هو انت المفروض تشتغل والمفروض تكون نفسك ولما مفروض انت بنت المفروض تبقي شايلة مسؤولية ببيتك وتبقي شايلة وكذا 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 فحاولي النهاردة الزكاء احاولي اتعامل مع ابني ان هو حاجة انا بساعده ان هو يوصل لأهدافه يوصل لللي بيحبه يعني مثلا هاديك مثال فيه ام تيجي تقولي مثلا انا ابني طول الوقت قاد على الكمبيوتر على فكرة ما هو ممكن يكون النهاردة ابنك لو منميتي المهارات دي اللي عنده في بدل ما يروح في الجيمز هو ممكن يبقى حاجة النهاردة خاصة بالذكاء المصطناعي حاجة خاصة بالمستقبل ممكن يبقى حاجة يدرسها يبقى بيرفكت فيها بروجرامر فهمه اصدي ايه اللي ابني اقدر اطلع احلم فيه واقدر اوظف ده يفيده في المستقبله طب دكتور فكرة المقارنة اللي كتير من الاهل بيعملوها يعني زي مثلا شايف فولندا شاطر ازاي ابن خالتك او ابن عمتك خد المركز الاول وغيرها طبعا هل دي ممكن تجيب نتيليا سلبية مع الطفل دي بصي حاجتين بنقع فيهم وبشوفها الفترة دي كترة قوي الانتقاد والمقارنات الانتقاد ايه فيه اباق النهاردة بتيجي تقول لي ايه هو تربى على كده ان دايما هو بينتقد انت غلط انت ما كانش ينفع تعمل كده انت لازم كنت تعمل كده فدايما هو مش شايف للجزء السلبي عنده فبينتقدوا الايه من وجهة نظر ان انا لما هنتقدوا هتطلع احسن ما عنده ده غلط ده انت بتكسره المقارنات حضرتك ابنك ليه شخصية ليه كاركتر ليه 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 اختلاف ده البصمة بتاعتنا مختلفة نظبوط طلعي من ابنك او بنتك النتيجة بتاعته هو خليه يشوف نفسه هو ما يشوفش احمد دعمته او ايمان بنت خالتي هو مش ده ولا دي نظبوط ابنك نفسه ابنك كيان ربنا خلقه طلعي احلم عنده لان لو طلعتي احلم عنده هتكتشفي ان ابنك احسن واحد في الدنيا مش مش عشان انتي امه لأ عشان هو طلعتي احسن ما فيه طب انا هستغل وجودك يا دكتور لو حصل العكس يعني لما الطفل بيجي يقول لمامته ده صاحبي بينام الساعة تسعة وانتي بتنايميه تمانية نرد نقول ايه يا دكتور طيب بصي هي الفكرة هنا ان اولادنا النهاردة بيبقوا ايه عايزين وهكلمك بصراحة شوية عندهم من المهارات اللي يخلوكي عارفة ايه تنفذ اللي هم عايزين هم هم ادمجهم برضو ذكية طبعا فبيحاولوا ايه يحاولوا طول الوقت يكسبوا اللي هم عايزينه انت ويبتز منطق طفال على فكرة بقى في نقطة مهمة قوي لازم تفهميها الطريقة اللي انت بتعملي ابنك بيها هيعملك بيها مظبوط يعني لو انت بتعمليه بمقارنات لما يجي عاملك هيعملك بمقارنات بس يا دكتور مش شرط يعني ساعات هم بيكتسبوا مهارات من صحابهم بلوانا بتنفع فبيجي يجربها جربي كده لو انت النهاردة بجبتيس سيرة مقارنات صدقيني ابنك عمره ما هيكلم في مقارنات عمره ما هيكلم في مقارنات ولو حصل مش هافترض ان بيحصل وحصل من صحابه ما بيلاقيش معاها سكة سايما بقول يعني مش هتاكل مع امه يعني الام بتقفل الموضوع ده بص حبيبي احنا لينا بيتنا ولينا كياننا انا بما ان انا ببقرنكش بحد فما تقرنش نفسك بحد تاني هنا الام بزكاء منها رجعت ابنها لبيت للكيان بتاعه اسرته للمجتمع اللي حواليه فا اه انا ببقرنش ينفع بقى ايه هنا الغلطة بقى السؤال الثالث طب الام اللي بتفرق بين ولادها غصب لعنها او بتقرن بينهم الولد والبنت يعني انا جايلي شكوا مبارح ان شاب انا ليه ما بتعملش زي ما اخواتي بيتعمل البنات وهما مسموح لهم وانا مش مسموح لي او العكس هنا بقى احنا محتاجين نكون ناس عندنا وعي وحكمة نعرف نتعامل مع الاخوات ازاي ودي مهمة جدا جدا لان عشان يبقوا اخوات متحبين مع بعض بلاش مقارنط بلاش طول الوقت اشاور بص اخوك نجح في ايه وانت ما نجحتش اخوك جاب جون وانت ما جبتش في امهات بتعمل كده بقية كلامنا وده معدنا مع فقرة السوشال لاب اللي بنشوف من خلالها ازاي المشاير بيستخدموا السوشال ميديا انا منبهر لو انو عوضوها ده عدة اتفرج انا اعمل لك او احنا خلاشنا كلام واي كلام في الدول اللي محتاج التفكير واحنا لازم نمشي عشان نفكر ونجم السوشال لاب النهاردة النجم كريم عبدالعزيز اللي بينتظر عرض مسلسله الجديد الحششين في رمضان عشرين عربعة وعشرين وبيشاركوا في البطولة فتحي عبدالوهاب نيكولا معوض مردى نور الدين سوزان نجم الدين المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج بيتر ميني تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت بخنجر وإيمان كافيلي منهد دولة رصخة بقالها سنين عندها جيش ومال أنا عايز الروح بيم للقلوب وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع التروب كريم عبدالعزيز من أهم نجوم جيله وبيدور دايما على تقديم حالة فنية غير تقليدية في كل عمل فني بيقدمه وعشان كده هو الأكثر نجاحا جمهريا ونقضيا ورغم كده هو من النجوم اللي وجودهم قليل جدا على السوشيال ميزيا وعنده أكاونت على الإنستجرام وأكاونت تاني على الفيسبوك بس تعالوا نبدأ من الإنستجرام بيتابع كريم عبدالعزيز 4 مليون و2 ألف متابع وهو بيتابع 141 أكاونت منهم الفنانة إسعاد يونس أشرف عبدالباقي والمخرج شريف عرفة وغيرهم من نجوم الوسط الفني ونشر حوالي 112 صورة وفيديو وآخر فوس نشره عن برومو مسلسل الحشاشين الأكاونت كله عبارة عن مشاهد من أعماله الفنية وبوسترز لأفلامه فلقينا أنه نشر أكتر من 100 صورة لأعماله وكمان هو حريص أنه ينعي كل النجوم اللي رحله زي الفنان سمير غانم دلال عبدالعزيز والمخرج وحيد حامد رحمهم الله ومن أكتر الصور اللي عليها تفاعل كبير صورة لي وهو صغير من فيلم البعض يذهب المأزون مرتين وكتب عليها من أهم الصور في حياتي أصر المنتزى صيف 1977 من الإنستجرام نروح للفيسبوك بيتابع كريم عبدالعزيز 7 مليون فولور وهو بيتابع 3 أكاونت بس منهم بيتر مين وآخر فوس نشره هو فوس المسلسل الجديد الحشاشين وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشال لاب خلال الفترة الأخيرة وبسبب أحداث حرب غزة بقى الناس على السوشال ميديا مهتمين جدا بالمحتوى الخاص بالتاريخ والسياسة وبقى هو أكتر محتوى مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وده لأنه ببساطة الناس بقيت عايزة تعرف وتفهم أكتر عن كل شيء بيحصل حواليهم ولأنهم كمان بقوا عايزين يعرفوا أصل الموضوع وإيه حكايته عشان كده النهاردة معنا تضيف المحتوى بتاعه كله عبارة عن تاريخ وبيكون حريص أنه يفهم الناس المعلومة أو قصة التاريخية بكل بساطة منورنا النهاردة صانع المحتوى عبداللاطيف أحمد زيك عبداللاطيف مهلا بيك عام لين كله تمام أول سؤال عايزة أسأله لك هو إيه اللي خليك تدخل أصلا السوشال ميديا زي ما تقولي كده كان عندي وقت بس هو ده السبب الوحيد كان عندي وقت كنت عايزة ملاب أي حاجة حاولت أن أنا أجرب حاجات كتير حاولت أجرب رسم حاولت أجرب أي حاجة تعلمت حتى ميكساج الصوت بدأت أتعلم حاجات تانية كده على جنب برمجة ما رفعتش معايا خالص حسيت بملل بعد كده يلا بينا بسطات على فيسبوك على إنستجرام ما كانش فيه فكرة يوتيوب دي خالص يمكن يوتيوب بوقتها من 7-8 سنين ما كانش بالنفس اللي انت شاربت على النهاردة ما كانش فيه تيك توك ما كانش فيه الحاجات دي كلها فمجرد بسطات بس على فيسبوك بنلخص شوية معلومات معلومات علمية فيها بعض التاريخ وبعد كده البسطات دي تحولت لسكريبتات بعد كده بقت حلقات على يوتيوب ومن هنا بقى الموضوع جمع أنا بعد تقريبا سنة سنتين من كتابة الحاجات دي على فيسبوك طبعا ما كانش بتلاقي انتشار وبرضو فيسبوك يوتيوب ما كانش بيلاقي انتشار هو كمان بس يلا أنا عمريه طب وليه اخترت التاريخ بالذات؟ التاريخ ده حب من الطفولة من ساعة معرفة حاجة اسمها بي علاقة بدراستك؟ لا لا بالطفولة هي دراسة في الإعدادي والسنة والمحاجات دي المدرس اللي كان بيديني تاريخ هو اللي حبيبني في التاريخ كان بيحكي لنا الموضوع ما كانش معقد خالص انا حتى باستغرب لما حد بيقولي ان انت بتبسط لنا التاريخ انا متعود ان التاريخ اصلا بالشكل ده بالشكل المبسط ده وبناء انا عليه حبيته يعني التاريخ هو جه من هنا من زمان خالص بقى الدراسة بس من إعدادي وسنوي مش ملوش علاقة بالجامعة خالص طب وبعد كده درست ايه؟ درست هندسة هندسة مدنية تحديدا اللي هي بقى ايه بالزبط؟ اللي هي بقى خرصانة اللي هي صب مسلح حديد اسمنت الحاجات اللي هي كلها شمس وعفر يعني ملهاش اي علاقة خالص بالمحتوى اللي انت بتقدمون دلوقتي على السوشال ميزا ملهاش علاقة اصلا بمسكة الموبايل والكاميرا ملهاش اي علاقة بالحاجات دي خالص طيب بتختار ازاي الموضوع اللي انت هتتكلم فيه وبتقرأ عنه ازاي وبتجيب معلوماتك من فين؟ الموضوع ممكن نقسمه للجزئين في حاجات يمكن انا ببقى مهتم بيها اكتر حاجات مشاغل يبالي انا اكتر فبالتالي انا عايزة هجم الموضوع ده او اتكلم على الموضوع ده تحديدا زي مثلا سبيستون انا مثلا اتكلمت على سبيستون قبل كده دي حاجة الناس ما كانتش مهتمة بيها خالص يعني اه في ناس كتير مهتمين بسبيستون اتعلقوا بيها في طفولتهم وهكذا بس انا مهتم بيها النهاردة فخلاص انا هعمل عنها حلقة النهاردة هي دي سبيستون اللي كانت ايوة بتقدم ليك كارتون لكنه كارتون مغلف بالقيم والمبادئ والاخلاق النبيلة والسامية وطبعا بكلام ومحتوى قوي رهان كانوا بيرهنوه وكسبوا فيه هم رهنوا على وعينا احنا كاطفال عرب ان احنا نقدر نفهم الكلام ده وكانوا على قد الرهان واحنا كنا على قد ثقتهم فينا قدرنا نفهم الكلام ده ونستوعبه وحاجة كمان طبعا يعني كل الشكر لمركز الزهرة اللي كان شغال على الدبلجة بتاعت الاعمال دي في وقت كانت التكنولوجيا فيه ضعيفة والامكانيات فيه كانت ضعيفة جدا كانوا بيبذلوا مجهود كبير في الشغل بتاعهم علشان الدبلجة العربية باللغة العربية الفصحة تكون مناسبة لكل الفئات العمرية زي ما قلنا والوطن العربي كله يسمعها لانك هتلاقي فيه اصرار على النطق السليم للكلمات في حاجات تانية ليه علاقة بقى بالناس يعني مثلا احنا بدأنا حلقتنا بالكلام عن حرب فلسطين وحرب غزة فكان لازم ان انا نتكلم ماينفعش ماينفعش اقول ايه اللي المفروض نعمله ايه اللي المفروض ما نعملوش في الاحداث الحالية ففيه حاجة بتبقى ليه علاقة بالترند احنا في ترندز اصلا ففيه حاجة ليه علاقة بالترند وفيه حاجة ليه علاقة باهتماماتنا الشخصية فده جزء وده جزء جمع معلوماتك ازاي المعلومات يمكن انا ببقى دقيق شوية في موضوع المعلومات ده علشان انا باعتمد في الاساس على كتب يمكن برضو كنا عملنا محتوى عن الكتب وده اللي خلاني أعرف أهمية الكتب قوي بس الكتب بالنسبة لي هي المرجع الرئيسي أنا الكتاب بالنسبة لي هو أهم حاجة خاصة لو بقى مرجع يعني مثلا فيه سلسلة عندنا على القناة كاملة اسمها أرض الحضارة بتناقش تاريخ مصر من ما قبل التاريخ لحد يمكن أسرة محمد علي وما بعدها شوية السلسلة في الأساس معتمدة على مرجع مهم جدا اسمه موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن من أهم الموسوعات اللي اتكتبت عن تاريخ مصر القديم هي كلها مبنية السلسلة كلها مبنية على الكتاب ده ماشي السلسلة قديمة شوية ممكن يبقى فيه معلومات جديدة فساعتها بنبدأ ندور على الكتب الجديدة اللي بتناقش نفس الكلام اللي احنا بنتكلم عليه أو نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه طب الكتب ما فيهاش خالص فيه مقالات فيه لقاءات فيه حاجات زي كده بنبدأ ان احنا نفتش فيها علشان نقدر نوصل للمعلومة اللي احنا عايزنا وبتعد تقرأت ده يعني علشان تقرأ موسوعات ومقالات ويعني كتير صح؟ كتير جداً بتقرأت ايه؟ مثلاً مجلد الأول من الموسوع على خصناف حوالي 20 حلقة كل حلقة كانت بتاخد مني رمعك ناس بتساعدك؟ لا انت الواحدة بتقرأ في الكتابة قراءة تجهيز المصادر الأول وبعد كده قراءة المصادر وبعد كده الكتابة ومراجعة الاسكريبت كل ده أنا اللي بعمله اللي حد دلوقتي يعني ممكن يبقى فيه تيم قدام بس الحد دلوقتي أنا اللي بعمل كل الكلام ده دلوقتي بما أن احنا موقفين سلسلة أرض الحضارة شوية فدلوقتي يوم كامل بقضيه شغل أحضر بس في الحاجات اللي أنا هكتب منها تانيون فتجهيز المراجع والكتب وا 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 وقرأتها طبعاً اه طبعاً بالزبط يعني على الأقل خالص بشوف الفهرس بشوف الكتاب اللي أنا نزلته ده هعتمد عليه بالفعل ولا لأ ممكن أن نزله ممكن يعني أمشي فيه خطوات كتير وبعد كده ما اعتمدش عليه ألاقي نفسي تاني يوم عايز كتاب تاني أو تالت أو رابع وهكذا ممكن تقولي تقريباً بتقرأت دي إيه في اليوم؟ يعني قراءة قراءة لي أنا ولا للمحتوى 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 كتير كتير يعني لو قلنا اليوم بتاع تجهيز المراجع واليوم التاني اللي بعديه بتاع الكتابة بنتكلم مثلاً كل يوم حوالي ثمان ساعات سبع ساعات حاجة زي كتابة ده رقم كبير جداً من يومك طبعاً أكيد طيب قبل كده طلعت محتوى وحسيت أن الناس بتدي كومنس عليه على السوشيال ميديا أنه بيقولك على فكرة المعلومة دي مش مظبوطة أو مش صح؟ حصلت كتير وكان بيبقى هما اللي صح ولا أنت اللي صح؟ للأسف لا في الغالب ما بيكونوش هما اللي صح بيبقى فيه معلومات منتشرة بشكل أنا بشوفه مش منطقي خالص معلومة مثلاً أن الحدث الفلاني حصل أرجع وفدتش يمكن أنا ملقتش حاجة يمكن الكتاب كان ناقص حاجة يمكن كل الكتب اللي أنا قرأتها ناقص حاجة فعلاً عن المعلومة دي بس لما برجع ودور تاني ما بلاقيش أصلاً المعلومة دي في أي كتاب فأنا ممكن أعتمد آه على الكلام اللي الناس بتقوله في الشارع بس ساعتها مش هنبقى بنعمل محتوى تاريخي صح خلاص إيه القيمة اللي احنا بنقدمها يعني بترد على واحد واحد من دول ولا بتسيبهم وبتتجهلهم في البداية كان أي كومنت كان بيأثر فيها جامع طبعاً اللي هو لا أنا لازم أرد عليه لازم أعرفه أن ده صح وأن ده غلط دلوقتي مع زيادة الانتشار الكومنت بقت كتير قوي فبيبقى صعب قوي أنهم يعني أرد على واحد واحد وفهموا المعلومة دات إيه إلا لو حد نقشني بطريقة علمية أكاديمية شوية فآه الرجل ده فعلاً محتاج أنه هو يفهم النقطة دي كويس أو عايز يعرف أنا جبت المصدر الفلاني منين وكده فده آه لازم أرد عليه لأنه هو ما بينقلش أي كلام هو بالعكس هو عنده فكرة عايز يناقشها معي فإتسوكي يلا نقش أنت بقى لك قد إيه على السوشيال ميديا تقريماً دلوقتي ممكن نقول ليوتيوب تحديداً خمس سنين حيث أن دلوقتي الناس بقت مهتمة يمكن أكتر بالمحتوى السياسي والتاريخي عن الأول جداً جداً قبل كده المحتوى التاريخي والسياسي ما كانش ليهم رواجزة دلوقتي خلص يعني لو قلنا الإحصائيات الإحصائيات ما بتكذبش الأرقام دلوقتي مختلفة تماماً عن الأرقام قبل كده وأنا لقي وجهة نظر في النقطة دي أن العالم دلوقتي آه العالم بقاله مثلاً حوالي 30-40 سنة قرية صغيرة وعولمة ومش عارف إيه والكلام ده بس دلوقتي لا الموضوع مختلف تماماً إحنا دلوقتي بنعاني من أحداث مثلاً بتحصل في الناحية التانية من الكوكب فالناحية التانية من الكوكب مأثر علينا فالناس بتبقى عايزة تعرف إيه اللي بيحصل في الناحية التانية علشان تأثر علينا بالطريقة الفجر اللي بتحصل دلوقتي دي ليه أحداث بتحصل في مضيق باب المن ده بتبقى مأثر على قناة السويس فتأثر على الاقتصاد المصري فتخلينا نعاني إحنا كشعب فالناس كلها عايزة تفهم ده هيفهموا ده عن طريق إيه للأسف برضو الخبراء الاقتصاديين لما بيطلعوا على التلفزيون المصطلحات بتبقى معقدة بالضبط الناس عايزة محتوى يكون بسيط أكتر ويبقى ثلث والناس بتفهموا بطريقة سريع مظبوط شاب بيكلمهم لابس زيهم بيتكلم زيهم قريب منهم جدا شكل الأوضة اللي بيصور فيها شبههم شبه الأوضة بتاعته فأنا هتقبل منه المعلومة بسهولة بيكلمني بالثاني فهتقبل منه معلومة بكل سهولة مش زي اللي هو اللي احنا بنتعلم منهم برضو يعني الدكاترا الأساتزة الكبار ولكن طريقتهم بتكون أكاديمية ومعقدة أكتر من الطريقة اللي احنا نتكلم بيها فطبيعي المحتوى السياسي والتاريخي يلاقي الراجل المهول اللي موجود دلوقتي ده فيه ناس بتقول أنه يمكن عشان الأحداث اللي بتحصل دلوقتي الموضوع بقى الناس مهتمين أكتر بالمحتوى التاريخي والسياسي لأنه زي ما تقول ترند في حاجة بتحصل وأنه هو بعد إن شاء الله الحال بتخلص وكل حاجة ترجع تاني زي الأول وأحسن الناس ترجع تاني إنها مش مهتمة بالمحتوى ده إيه رأيك في الكلام ده ما ظنش يعني ممكن آه الناس ما تبقاش مهتمة قوي بالقضية الفلسطينية زي الأول لو الحرب إن شاء الله انتهت المأساة يعني الكبيرة دي انتهت ممكن الناس آه ما تبقاش مهتمة بالقضية الفلسطينية زي الأول بس هتيجي قضية تانية سياسية وتاريخية تشغل اهتمام الناس لأن كل حاجة بتأثر علينا احنا فطبيعي طبيعي إن الناس تفضل مهتمة بالمحتوى السياسي والتاريخي ممكن قضية معينة تاخد جنب شوية بس هيحل محلها قضية تانية ده شيء مفروغ منه طيب صناع المحتوى على السوشال ميديا أكيد بيشوفوا زي ما احنا كمان كناس مشاهدة مشاهدين بنشوف إن بيبقى فيه محاولات لتزييف التاريخ من منصات مختلفة ومن ناس مختلفة وصناع محتوى مختلفين إزاي الناس بتوع السوشال ميديا بيتصدوا لنوع التزييف ده؟ أنا يعني يمكن أقرب حاجة كان فيلم كيلو باترا بالضبط مثلا كامسية الفعل آه كانت حاجة يعني صعب حد يستوعبها بالشكل اللي هي كانت ظهرة فيه يعني ولكن أنا شفت صناع محتوى كتير واجهوا الحاملة الكبيرة اللي كانت معمولة دي بشكل ودي طبعا ملاصة عالمية ومعروفة ويمكن يعني ملايين من الناس ممكن تكون بتتفرج وبتشاهد المسلسل مزبوط والمسلسل خد انتشار كبير في العالم كله يمكن المحتوى المصري تحديدا ما قدرش إنه هو يواجه الانتشار الكبير ده بس على الآن إحنا وعينا نفسنا وعينا منطقتنا إن لأ إحنا لدينا تاريخ التاريخ ده متجزر فيه نحن عارفينه كويس مش هيجي حد من برا يقول لنا التاريخ بتاعنا شكل عامل إزاي فكان طبيعي إن إحنا لو عايزين نواجه محتوى نواجهه بمحتوى يعني المحتوى بيتصدر لنا بصورة جميلة وبصورة براقة إحنا لازم إحنا كمان نعمل محتوى بصورة جميلة وبصورة براقة علشان هما لما يشوفوها وإحنا نفسنا لما نشوفها نبقى عارفين آه إحنا نقدر نعمل زيهم مش هما اللي هيحكرنا تاريخنا إحنا عندنا تاريخنا إحنا بنحكيه بنفسنا عندنا المقاومات اللي نخلي التاريخ بتاعنا يتحكي بشكل كويس المصريين في عصور ما قبل التاريخ كانوا كلهم مجتمعين على حوض النيل كونوا فيها حضارات أشهرها كان البداري والمعادي واعتبروا هما دول أوائل الحضارات اللي أنشأت في هذا المكان وكان كل ده نتيجة لانحصار النيل اللي حصل في مصر وبالتالي فوض الوادي النيل هو المصدر الرئيسي للمياه لكن اللي كان بيجي متأخر بقى وعاش فترة في الصحراء ولكنه تاعب من الحياة فيها وكان عايز يلاقي استقرار قدر الإمكان وكان بيجي للحضارات الجديدة كان بيواجه بالاضطهاد والعنصرية من أهل الحضارات دي فما كانش بيبقى قادر يتأقلم على عشته الجديدة وسطهم فطلع مرة تانية للصحراء وكمل حياته فيها بتشوف أن فيه صناع محتوى يمكن يكونوا بياخدوا كشور المعلومات من بره وبيعملوا عليها حلقات وفيديوهات وما بتبقاش طبعاً ليها علاقة بالحقيقة آه طبعاً كتير قوي مؤخراً كان فيه قضية شغلة الرأي العامل الأمريكي والأوروبي اللي هي علاقة بشخصية عامة هناك مليونير أو حاجة زي كده الموضوع بقى ترند في يوم وليلة دخلت أشوف الفيديوهات آه الفيديوهات بتتكلم عن حاجات بس الحاجات دي غريبة قوي يعني إزاي في حد يكون بيعمل كل الحاجات دي بعد كده أدخل أدور وابحث أنا وورا الشخصية دي ألاقي آه ماشي هو مش كويس في حاجات كتير بس مش للدرجة الفضيعة جداً دي احنا بنحب نحط بهارات كتير والبهارات دي ممكن تبوز الأكلة في الآخر وممكن تجذب انتباه الناس كتير فلا الناس بتنجذب جداً للمعلومات اللي هي فيك نوعاً ما لأن هي اللي بتجيب مع الناس هي اللي بتنشط الدوبامين عند الناس آه أنا عايز أعرف الراجل الخطير جداً ده كان بيعمل إيه وهو مش بهذه الخطورة خالص يعني فآه كتير جداً من الناس بتلجأ للمحتوى الزائف ده بس أكتر أنا بشوف أن يوتيوب يعني إيه ما فيهوش الموضوع ده قوي ممكن تيك توك انستجرام فيسبوك الموضوع يبقى فيه بزيادة حبتين يوتيوب لأ الأوديونس بتوع يوتيوب مش يعني عندهم صح صحين أكبر آه آه بالظبط كده مش هيسيبك تقول أي حاجة لا لا تعالى أنا عارف الحاجة دي كويس أي صح بس بترجب المحتوى بتاعك مؤخراً آه ودي حاجة هيلة لأن المحتوى التاريخي والسياسي في بلد زي بلدنا مليانة بتاريخ عظيم وحضارة فضيعة طبيعي أنهو يمكن إحنا ممكن نكون عارفين عنه أكتر بس دلوقتي مع الإنجليزي في المدارس والناس اللي عايشين بره وكده أنا بشوف أن أكتر حاجة محتوى المفروض أنهو يكون مترجم هو المحتوى اللي هي علاقة بالتاريخ والسياسة طبعاً طبعاً المحتوى التاريخي تحديداً في ظل برضو ليه علاقة بالسؤال القبل كده أن الناس آه إحنا بس اللي بنتكلم عن تاريخنا بشكل كويس طب هنوصل للناس اللي بره اللي مصدقيني التاريخي اللي بيتحكي على لسان غير لساننا هنوصل لهم المعلومات الصحيحة زي غير لما نوصل لهم محتوى مترجم فلازم المحتوى بيتترجم مؤخراً بقيت عامل حاجة زي كده لأنها بقت ميزة عند يوتيوب أنه هو بيقوتو ترانسليت الفيديو لكل اللغات مؤخراً كنت عامل حلقة عن حرب الخليج الأولى حرب العراق وإيران ترجمتها للإيراني وترجمتها للإنجليزي فالإيرانيين كمان بقوا يتفرجوا على الحلقة اللي بتتكلم عربي فهي تسوكي طبعاً براف فكرت تعمل محتوى تاريخي للأطفال نعم كان فيه فرصة لحاجة زي كده ده مهم جداً 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 هو بس بيبقى فيه صعوبة عندنا في الكتابة أن أنا أقدر أوصل المعلومة دي للطفل بالعكس ده أنت شخصياً أول ما قعدنا مع وعدة في السوديو قلتلي مدرسي كان بيشرق حالي بطريقة مبسطة جداً حببني في التاريخ فممكن يكون عندك إنت ده كمان وارد جداً لأ لازم تفكر في الموضوع ده دي فكرة نكتبها طبعاً في الحلقات الأخيرة كنت مهتمة أكتر بالقضايا اللي علاقة بفلسطين تفكر إيه أكتر حاجة أنت تكلمت عنها كان الناس مشدودة لها قوية على السوشيال ميديا وكان مهتمين بها في موضوع قضية فلسطين الحلقات الأخيرة الحلقات الأخيرة في الوقت الحالي إحنا بدأنا نتكلم عن تاريخ اليهود اللي هو ما قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية إزاي فيه عائلات من عائلات اليهود بقت أغنية جداً بتسيطر على الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد الأمريكي زي عائلة روس شايلد وغيرهم من العائلات فآه الحلقات دي جذبة جداً انتباه الناس أكتر حتى من الحلقات اللي كانت بتناقش الأحداث اليومية والترندات اللي كانت بتحصل أثناء فترة الحرب فآه الحلقات دي مهمة جداً وفيه ناس كثيرة قوي بتقبل عليها يعني طيب التاريخ مليان معلومات كثيرة جداً تفتكر أنت أكتر قضية أو موضوع كلمت فيه تعبت جداً في البحث محتوى الحروب محتوى الحروب معقد بطريقة رهيبة يعني يمكن أي حرب أنا باجأتكلم عليها لأن أنا معاشتهاش الحروب دي أغلبها حصلت في السبعينات والثمانينات والتسعينات فأنا معاشتهاش ما فيش حد حوالي قادر يحكيها لي غير برضو بالموروس الشعبي والحاجات الشعبية اللي الناس بتقولها البعض فلما برجع للكتب بلاقي الكتب بتتكلم بمصطلحات أنا مش قادر أفهمها قوي فلازم أرجع لحاجات تبسط للمصطلحات دي على قد ما أقدر علشان خاطر أنا على الأقل فاهم الحاجة اللي هعرف الناس بيها مش هكلمهم في حاجة أنا مش فاهمها يعني فمحتوى الحروب متعب جدا جدا بيخذك وقت قد إيه؟ ممكن زي ما قلنا تحضير المصادر يوم برضو زي العادي يعني آه زي العادي بس يعني ببزل مجهود أكبر بكتب دلوقتي حلقة عن القراصنة تاريخ القراصنة عموما يمكن المصادر آه متوفرة بس برضو خدت مجهود كبير على ما وصلت المصادر أقدر أعتمد عليها بشكل فعلي وبعد كده الكتابة يوم تاني لوحده 8 ساعات أو 7 ساعات بكتب في الحلقة وممكن اليوم يلحم في يوم كمان أو يومين كمان بكتب بس البوست بروتكشن بعد كده بقى ربنا يعيني اللي بيمنتج وراي طبعا وأكيد بيبقى مليان كونتنت كتير ومعلومات كتيرة ويعني تبقى صعب أو المنتاج بنياه اه اه والفوتج بقى يعني فيه فوتج كتير أو بيرول زي ما اللي بيمنتجوا بيسموها يعني تبقى كتير جدا صور كتير جدا فيديوهات كتير جدا لازم نستخدمها في كل فيديو ندور عليها من غير كوبيرايتس من غير من غير فلا الصناعة المحتوى فيها كتير قوي في البوست بروتكشن وتبقى معتمدة على واحد أو اثنين فالموضوع بيكون صعب طب انت عملت أكتر من محتوى ليه علاقة بالكتب هل الكتب اللي انت عملتا كلها كان لياه علاقة بالتاريخ ولا لا 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 خلص يعني محتوى الكتب أنا كنت خليه محتوى للنفسي أنا بحب أقرأ الرواية الفلانية بحب أقرأ الكتاب الفلاني فأنا هاقرأو ورشحو للناس بس يعني مش لازم يكون ليه علاقة بالتاريخ على رغم من ان اكتر جنرى في التاريخ في الروايات بحباها هو الروايات التاريخية بعشق حاجة اسمها روايات تاريخية فهو حب التاريخ جاي ورايا ورايا في كل حاجة طيب إيه رأيك تقول لنا إيه هي المقاومات المفروض تكون موجودة في صانع المحتوى اللي علاقة بالتاريخ أو السياسة يمكن الحاجة الأساسية أنه يكون مدرك أن التاريخ ده مش مجرد حكايات التاريخ عمره مكان حكايات لو أنا هاخد التاريخ على إنه حكايات فلا يعني فيه حكايات سندباد وقال في ليلا وليلا ممكن نقود نحكيهم ما تقربش من التاريخ لأن التاريخ ممكن أكتر نقول إنه هو حاجة لازم نبص عليها وإحنا في الحاضر بتاعنا علشان نعرف المستقبل بتاعنا هيكون شكله عامل إزاي فهو حاجة أساسية لأي شعب إنه يكون عنده تاريخ شعب بلا تاريخ شعب ليس له لا حاضر ولا مستقبل وإحنا منطقتنا غنية جدا بالتاريخ فلازم ندرك التاريخ بتاعنا كويس علشان ما نقعش في نفس الغلطات اللي هم وقعوا فيها زمان وبرضو اللي بيعمل محتوى تاريخي يكون مدرك إنه هو بيتكلم على شعوب شعب حقيقي مش مجرد أرقام مش مجرد حكايات زي ما بقول أو شخصيات خيالية أو تاريخية يعني نتكلم على شعب عايش على نفس الأرض اللي انت عايش فيها وممكن في نفس البيت وممكن في نفس المكان اللي انت عايش فيها وعملوا أخطاء وعملوا إنجازات وعملوا وعملوا فلازم تكون عارف هما مشوا على طريق شكله عامل إزاي علشان يتمشي على نفس الطريق يعمل ما تمشي على طريق تاني شكله أحلى وأجمل وعمرك ما هتكون عارفه إلا بالتاريخ صح طيب لو واحد عايز يعمل محتوى تاريخ وعايز يبتزي من التاريخ الحديث تمام يبدأ منين أنا شايف إنه هو يبدأ من النقطة اللي هو عايزة يعني وليكنوا التاريخ المصري ممكن ياخد من أول عائلة محمد علي ممكن واحد تاني يقول لا أنا عايز أخد من ثورة يوليو ممكن واحد تالت يقول أنا عايز أخد من بعد كده فتمام شوف الفقرة أو الحاجة المعينة في التاريخ اللي أنت مهتم بها أكتر هتبدأ فيها أكتر هتقدم محتوى جيد جدا فيها خصوصا لو أنت بتحبها مصبوط ما هو حاجة بتتعامل بحب فلازم تتقدم بشكل كويس حاجة عملت من غير حب مش هيبقى فيها روح أصلا فلازم الحاجة أو الفقرة المعينة في التاريخ أنت بتتكلم عنها تكون مهتم بيها زي ما قلنا أي فقرة بقى يعني كان في حد بيتكلم عن تاريخ فرنسا بدأ من الثورة الفرنسية مع أن تاريخ فرنسا قبل كده لا هو يعني طويل جدا بس هو بيحب الفترة بتاعت الثورة الفرنسية بدأها وكمل فيها ومشي بشكل كويس جدا وكل فقرة في التاريخ يعني أي صانع محتوى دايما بيكون بيفكر في المشاهدات والأرقام كل فقرة في التاريخ فيه ناس مهتمة بيها صح فيه ناس لازم هتلاقيها مهتمة بيها وزي ما بنقول جيكس للحاجة دي اللي هو أنا عارف كل التفاصيل وعارف كل الشخصيات وعارف كل حاجة أنا بنبهر بالناس دي أن أتكلم عن الحضارة الأشورية ألاقي فيه حد مسامل قناة بتاعته على يوتيوب أو لو كانت بتاعه أنا أشوري فأنت أشوري منين بس مش مشكلة أنت مهتم أيها بالزبط فكويس فأنا هلاقي حد مهتم بالحاجة دي فده موجود فأي فقرة في التاريخ تقدر أنت تتكلم عنها بشغف وبحب ابدأ منها تفتكر الناس اللي بتتابعك أعمارهم إيه أو يعني بين إيه وإيه مش أفتكر وبصراحة يوتيوب بيقدم لنا الإحصائيات الكاملة فعندي على يوتيوب من أطفال من سن 8 سنين لـ 16 سنة يمكن أكتر فئة عمرية بنتكلم من 16 إلى 24 سنة ناس برضو أكبر شوية لحد 40 سنة في ناس بتتفرج بس الكتلة الأكبر الشباب آه الشباب ودي حاجة هايلة آه طبعا أنا مبسوط جدا أن فيه شباب بيتفرج بس بطبسط أكتر لما بشوف حد فوق الستين بيتفرج فأنت بتتفرج على حد أد ولادك أو أد أحفالك عايش يمكن حاجات إنت كثير بتقوله بالزبط كده فهو لما يتفرج علي ويقول لي أن الكلام اللي انت قلته ده أنا عيشته قبل كده أنت مبسط جدا 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 تناقشتها يعني ببقى في قمة السعادة طيب فيه سؤال عايزة أسأله لك دائما يقوله history repeating أو أن التاريخ بعيد نفسه طبعا تفتكر دي مقولة صحيحة حصل حصل بالفعل يمكن أغلب الأحداث مثلا بما أن بدأنا حلقتنا بحرب غزة أغلب الأحداث اللي حصلت واللي بتحصل دلوقتي حصلت كتير جدا قبل كده بنفس الشكل وبنفس الطريقة وبنفس البشاعة وللأسف إحنا بنقرأش تاريخنا فمش عارفين نتصدى للحاجة دي ازاي حصلت قبل كده كتير جدا بشكل غريب أنا حتى لأن أنا قرأت تاريخ فلسطين يعتبر كله لحد قريب فأنا بندهش أني فيه ناس بتقول أنه ده حصل لأول مرة لا الكلام ده حصل كتير جدا فآه تاريخ بيعيد نفسه بشكل بشكل رهيب حوار التاريخ ده أسطورة يعني صنع المحتوى عبداللطيف أحمد بشكورك جدا 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 أنا على موجودك معي النهاردة نورتنا في ترانز وإن شاء الله نشوفك تاني قريب أنا أتبسط إن أنا كنت موجود وأتمنى نكون ضيوف خفافة على الناس خفاف جدا شكرا وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة نشوفكم إن شاء الله في نفس المعادة الأسبوع الجاي باي باي